سمعت طبعاً الأخبار النهاردة كتير جداً أنه علي معلول ينوي الاعتزال دولياً وقلت لكم الخبر ده كمان مبارح من المنتخب التونس لسه ما فيش قرار رسمي بخصوص هذا الأمر ولكن ده على مستوى المنتخب التونسي أما على مستوى النادي الآلف علي معلولها يكون مع النادي الآلف هي الأسبوع القادم موجود ومنتظم فيه تدريبات فريق بعد خروج منتخب تونس من كهس الأمر الأفريقية أيضاً بشكل سيء جداً تونس أقل مستوى المنتخب العربي في هذه البطولة للأسف يعني مش بتعودين على تونس بالشكل ده دائماً تونس منتخب كبير عنده لعبين رائعين لكن البطولة دي ظهر بشكل غير جيد بالمر عموماً علي معلول هيرجع للنادي الآهلي والنادي الآهلي هيبدأ يتناقش معاه بشكل رسمي في مسألة تجديد تعاقده اللي هنتهي بنهاية الموسم الحالي الحكاية إيه بقى في قصة علي معلول علي معلول عايز يجدد سنتين الآهلي عايز يجدد له سنة علي معلول عايز يشيل بند نسبة المشاركات في التعاقد يعني إيه يعني لو الآهلي اتفق معاه على عشرة جنيه فهياخد العشرة جنيه دي بغض النظر هيشارك في كم مباراة تمام؟ ده نايمة بيتحط البند دوت إنه نسبة المشاركة هتاخد بيها عقدك ما شاركتش كتير مش تاخد عقد كامل شاركت كتير بكل المباراة هتاخد عقدك كامل هو عايز بقى يشيل بنده خالص بغض النظر يشارك ما يشاركش هو ياخد عقده بالكامل النادي الأهلي مرحب بده بالمناسبة بس بشرط إنه يكون التعاقد أو التجديد موسم واحد هيوافق النادي الأهلي على العزل الأمر طيب لو موسمين لو موسمين هيرفع نسبة المشاركة دي البند بتاع نسبة المشاركة في الموسم التاني مش الموسم الأول الموسم الأول هيسيبه البند الموسم التاني هيحطوله رفع نسبة بند نسبة المشاركة لكن الموسم الأول هيسيبه البند عادي ده لو موسمين لو وافق هو بقى على موسم واحد هيحطه الأهلي هيوافق على إنه يرفع البند بتاع نسبة المشاركة دي حكاية طيب ده فيما يخص علي معلول علي معلول من أعظم اللعيبة اللي جاد في تاريخ كرة القضب بالنسبة للمحترفين يعني أداء رائع وكبير جدا ومش بتفاهم إزاي المنتخب التونسي لم يستفل من علي معلول من بعد كاس العالم 2018 من بعد كاس العالم 2018 مستبعد معظم الوقت علي معلول من التشكيل الأساسية من الكان الأساسي علي معلول اللي هو واحد من أفضل زهراء الجنب في القرى الأفريقية خبرات كبيرة عظيمة مستوى رائع ورغم كده المنتخب التونسي لا يستطع الاستفادة من علي معلول